أنا أجلس مع أبوي وأحفظ يعني أمس حظين قصيدة قصيدة جديدة يعني في حصرية عندنا اليوم جديدة تحية للقصيدة الحصرية جديدة اليوم معنا على هذا السلام القصيدة هذه الجديدة يعني ما قد طلعتها في قناة فضائية ولا في السوشيال ميديا لا مرة حصرية حصرية لنا يا السلام عليك نسمح يا شباب يلا عطنا الحصر يلا عطنا هذه القصيدة للشاعر حمدام بن محمد بالراشدة المكتوم مغنوع بمناسبة اليوم الوطني في الملك سلمان الله يطول في عمره آمين أبو فهد سلمت يقول يا أظم ملك ففواح حسادك طرم وفواح خلانك عن أمجادك تقول من هيبتك شعب العروبة يحترم ومن وقفتك سببت لعداك الذهول يا الله عسى من طلتك ما ننحرم ونعايدك يا أبو فهد في كل حول ونعايدك يا أبو فهد في كل حول ويا المملكة دار المفاخر والكرم ويا المملكة دار المفاخر والكرم وارض الملوك اللي لها عز وفعول وارض الملوك اللي لها عز وفعول لو تفتخر مصر العروبة في الهرم وهبك رب البيت فأخرب ما يزول أختارك تكونين أرض للحرم واختارك تكونين قبرا للرسول الله 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 سلامتكم سحسانك ويّر الله وجهك ولا هنت ما شاء الله عليك كم عمرك 9 سنوات 9 سنوات ما شاء الله تبارك الله من أفضل شاعر تحب تحفظ قصيدة يعني زياد بن نحيت الله تحية زياد بن نحيت كان طيفنا الأسبوع الماضي تابعت حلقتنا مع زياد شفت مقاطع لها ولده عبد المحسن حسون ما شفتها شفت يعني بعض اللقاء